علي وعلى اعدائي مثل بدأت تطبقه ميليشيات الحشد وتهدد به اي طرف حكومي يحاول اخراجها من اللعبة السياسية فما انطفت على السطح بوادر نزاع بين شركاء الخراب في العملية السياسية حتى خرجت اصوات تذكر بفضل ميليشيات الحشد على الحكومة والدور الذي قامت به لتثبيت اركانها النائب عن تحالف الفتح محمد كريم مثال على ذلك عندما تحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد ميليشي الحشد وذكر الحكومة بالدور الذي لعبته هذه الميليشيات في الحفاظ على مكاسب السياسيين وحفظتهم من السقوط وخصوصا عندما واجهت مناهضيهم بالحديد والنار والشاهد هنا متظاهر ثورة تشرين تاج على رأس الحكومة هكذا وصف محمد كريم ميليشيات الحشد يحمله الى ذلك قيام الحكومة باستثناء منتسبي الحشد المفصولين من العودة الى الخدمة دون ان تحفظ فضل الميليشيات بحسب وجهة نظره قرار استثناء منتسبي الحشد من العودة الى الخدمة وان كان اجراء خجولا لكنه يدل على خوف الحكومة من الضغوط الامريكية باتجاه تقليم اظافر الحشد وخصوصا ان مصطفى الكاظم يدرك مغبة عدم الانصياع للأوامر الامريكية ولابد انه سمع بنية واشنطن استهداف عشرات المواقع لميليشيات الحشد في حال اغلقت سفارتها بحسب ما كشفته صحيفة ميدل است اي تشابك المصالح في العراق وتورط الحكومة بالتبعية لامريكا وايران يجعلها في ازمة ولاء تدفعها مكرهة الى اختيار اتجاه واحد اما الامريكي او الايراني وكل الخيارين سيكون لهما تبعات جسيمة قد تدمر الجسم السياسي في العراق بالكامل فلو ان الحكومة لم تصغي للضغوط الامريكية ستجد عقوبات اقتصادية وتجريدا عسكريا بانتظارها فيما لو اصغت لهذه الضغوط وعملت على كبح جماح ميليشيات الحشد فان الاخيرة ستفتت الجسم الحكومي باستخدام يدها الطائلة وتطبق المثل القائل علي وعلى اعدائي